تقولوا تقولوا ما عندكش البديل او لما تيجي في موقع الحكم والله ما بتعرف تعمل حاجة بترتبك ولا بتعرف ولا كأنك عرفت اي حاجة في اي حاجة ما احنا الاخوان دواشونه على مدى 80 سنة يا جماعة لما جبناهم في الحكم عامل ايه بهدلوا الدنيا بوزوا المسائل من اولها لاخرها لا عارفوا يحكموا ولا رفعوا اي شعار غير شعار الاسلام والحل لكن على الواقع الاقتصاد والاجتماع لا عارفوا يعملوا ولا عارفوا يطبقوا اي شعار من شعارات الدنيا ويدخلونا في حروب ومشاكل وازابات وكدنا ندخل في حرب اهلية لو لا تدخل الرئيس الفتاة سيسي بوصفه القائل العام لقوات المسلحة بهذا الوقت وانحيازه للشعب المصري فاحنا معاش عايزين حد يزايد على البلد وعلى الدولة وعلى الرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية مواطن بدرجة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية من حقنا عليه ويسمعنا وهو بيسمعنا ومستعدي يسمعنا اكتر فاحنا مش هنوعد يا جماعة نتكلم كلام غيره دي جدوى لا خلينا نصارح بالحقائق البلد دي بلدنا اذا حصل لها حاجة كلنا حندفع التمن مش بس الدولة ولا قيادة الدولة كل المصريين حيدفعوا التمن حيبقى قدامنا حالة تاعة البهوات اللي بيطلعوننا بالفيديوهات من كل حيطة دول ناس فقدة مصداقيتة شوات عيال اللي يعني ربنا اعلم بيهم ولما واحد بس هيتفرم كده وراح طلب بقى يقول انا يعني لحقوني وبعضهم بقى يبعت لنا من بره يقول عازي يجي ويشارك في الحوار الوطني ازاي يعني اي حد تلوثت يده بالدماء ازاي يشارك في الحوار الوطني اي حد حرد على الشعب المصري وحرد على جيشنا وشرطتنا ازاي ييجي وازاي ممكن يبقى حط ييده في ايدنا ده ما ينفعش حوار الوطني بين الوطنيين بين حلف 30 يونيو اللي احنا بنستعيده بكل تفاصيله وبكل رموزه الوطنية احنا بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نبني بلد الرجل اللي موجود القائد الاعلى رئيس الجمهورية ومعاه مؤسسات الدولة اولا الجيش والشرطة الناس دي شايلة البلد على اكتفها عارض ما تعرضش اقول ما تقولش لكن دي حقائق يفرضها الواقع رئيس يعرف تماما ماذا يجرى على ارض الوطن يعني هتقوله الناس مبسوطة يافن منك ومن الدولة كلها يقولك لا الشعب بيعاني وانا عارف انه بيعاني الشعب عنده مشاكل وانا عارف انه عنده مشاكل بس سعدونا يا مصريين سعدونا ان احنا نوقف على رجلين سعدونا ان احنا نعبر الازمة سعدونا ان احنا نعدي سعدونا في الست شهور او السنة اللي جاية دي لان دي فترة صعبة كوزء كبير جدا من المسئولية مش احنا هي مسئولية دولية انعكست علينا وعملت المشاكل عندنا وعند غيرنا فارجوكم جميعا ان ننتظر اللحظة اللحظة اللي كل مصري عايز فيها بلده تقف على قدميها وخلوا بالكم مشروع ضرب الدولة الوطنية مش جديد مشروع قديم واحنا النهار دا مصر بقت رقم مهم جدا في بعض السياسات بنقدر نوائم نفسنا فيها وممكن حتى ما نبقاش راضين عنها لكن انت في عالم النهار دا بيعرف يتعامل معك كويس انت بيطلع لك ملف حول الانسان بيطلع لك الملفات دي بيطلعها ليه بيطلعها لانه يريد ان يرغمك لهو بتحول انسان ولا هو داعية من دوايا حقوق الانسان وبيستخدم الملف الاقتصادي بيستخدم هذه الاجندة فكل ما نتمنى ان احنا نسمع كويس قوي كل الاراء كل الاراء صانع القرار مستعد يسمع كل الاراء لانه احنا لو تصورنا البلد دي هتمشي برأي واحد يبقى احنا بندحك على نفسنا البلد دي تمشي باراء ومسئولية مجتمعية والريس قال من يوم ستة وعشين مارس وقال في خطب سابقة انا مش هحكم البلد الوحدي انتو كلكم شركاء معي شركاء معي يعني لازم نقول للريس يا فندم وجهة النظر واحد اتنين تاتة اربعة يا فندم التجار الجشعين بيعملوا كده فيه كده كده يا فندم الصناعة الوطنية والشركات الوطنية نقدر نبنيها مش نهدها اشتركوا في القناة